فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه يعني بالاعتصام بحبل الله الهداية للطريق والاعتصام بالله الحماية في الطريق إن ربنا يحميك بأو انتماسي من الشبهات ومن الشهوات ومن الوساوس ومن شياطين الإنس والجن ومن نفسك الأمر بالسوء ومن 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 الحماية حتى تصل إليه آمنا سالما سبحانه وتعالى من القيم يقول ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى قال ابن عباس واعتصموا بحبل الله يعني تمسكوا بدين الله قلت لك ليه الشريعة حبل الله شريعة شريعة الإسلامية وقال ابن مسعود هو الجماعة وقال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة إسلام ديني للاجتماع مش مقصود هنا بالجماعة جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا اللي هي المسميات لا وإنما أنك تبقى مع المسلمين مش لوحدك مش بعيد مع جماعة الإمام مع جماعة إن وجدت جماعة الخليفة قال في حديث حزيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت له يوما لما قال ثم وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم إذا أجابهم إليها قدفوه فيها قال سفهم لنا يا رسول الله نخشى أن يدركنا زمانهم قال هم من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثمان إنس قال فما تأمروني إن أدركني زمانهم قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام المقصود هنا جماعة المسلمين وإمامهم خليفة المسلمين الممكن وجماعة الخلافة الأمة قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به أمين اللهم ارزقنا السبات على الحق أمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أمين وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السبات قال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرق خليك مع جماعة المسلمين وقال مجاهد وعطاء واعتصموا بحبل الله يعني بعهد الله وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير هو القرآن واعتصموا بحبل الله هو القرآن قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه واعتصموا بحبل الله القرآن وجاء ذلك في حديث ضعيف القرآن وحبل الله المتين القرآن وديك صراحة جامع هو القرآن جامع لكل شيء لو إن الشريعة فالشريعة في القرآن ولو إن الجماعة القرآن يأمر بالجماعة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال هو الجماعة عشان تتمت الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفركوا القرآن يا إخوة ونصيحتي لك القرآن من لم يكن له حال مع القرآن فليس له حال مع الله القرآن هو حياتك هو الحياة احفظ القرآن وتعلم إليك القرآن وقرأ قرآن وفهم قرآن وتعلم تفسير قرآن وتدبر قرآن وصلي بالقرآن وادعي بالقرآن عيش مع القرآن القرآن كلام الله كلام الله هو الشفاء النافع وهو النور الهادي وهو العصمة والنجاة